مرحبا برج الحمل اهلا بكم في القراءة العاطفية القراءة رح تصلاحق الطالع الشمسي وايضا القمري مثل ما وعدكم هاي القراءة رح تكون مفصلة عندنا مجموعة المنفصلين والعزاب وايضا المرتبطين مع العلاقات الثلاثية لان احس ان تحتاج قراءة لحالها ان شاء الله يسعن الوقت واسويها بعدين خلال الشهر اول شي كل مجموعة رح تحصل ثلاث اسئلة ثلاث اجوبة نبتني بمجموعة المنفصلين اول سؤال ما هي مشاعر الشريك تجاهك الان اربع الاكواب احتمال انك تتعامل مع برج الشريك من برج مائي عقرب حوت سرطان شريكك كأنما ما باقولك فقد الامل ولكن فقد الامل فيك انت قاعد يحاول يوجد طريقة ثانية للتواصل معاك احس ان اخذلك وايد تعبك وايد عند احساس بالندم عند احساس بان انا قاعد اغلط يا برج الحمل بس ما عندي قدرة على السيطرة على افعالي فحين يشوف يحاول يتواصل مع احد من معارفك من الاهل من الاشخاص المشتركين اللي بينكم عشان يقنع ان يفاتحك بموضوع الرجعة يعني يحسك ان انت رافض الغصنة الاول في شيء في طاقة هني تقول لي انه راح حل الاخير راح يكون استخدام وسيلة ضغط او كأنما ما بقلك وسيلة ضغط اللي اذا كان شريكك ما عنده مشكلة يتعامل بالاسلوب الجاف ولكن يحس ان اذا تقطعت به السبل راح يتعمد ان مثلا اما يلوذ راعك اما يضغط عليك عن طريق يستخدم شيء يستخدم ضدك مثلا الاشخاص المعارف اللي شفناهم هني الابناء اذا بينكم ابناء اسرار يعرفها عنك لكن اشوفك انت هنا يا برج او يحس ان انت المتحكم وانت عنيد الامبراطور هذكرتك انت يا برج الحمل مشاعره الحين تجاهك يتخللها ترى يحس ان اهو مو قد مقامك حس ان انت اللي مثالي انت اللي كنت صح انت اللي كنت على حق ولكن اهو ما عطاك حقك اهو اللي غلط اهو اللي قصر وكي انا محين قاعد يحاول يشوف طريقة يعوضك فيها ولكن شلو نتعوض الامبراطور الامبراطور اريد يملك كل شيء التعويض بالنسبة له جدا صعب نزيل فنختصر هاي السؤال ونقول مشاعره تجاهك قاعد يطغي عليها شعور الاحساس بالندم وقلة الحيلة قاعد يقول اذا ما قدرت عن طريق اسلوب الماء اللطيف رح احاول حتى اني استخدم اسلوب الضغط او التلاعب بالمشاعر السؤال اللي بعده هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال عندنا ثمان الخماسيات شريكك بحث عن بدائل مو بديل ولا بديل حاول كذا مرة انه يوجد بديل لك ولكن صعب انك تستبدل الامبراطور الامبراطور هو ملك الملوك اشلال رح تنزل من مستوى جدا عالي عند اشوفك يبرج الحمل معاييرك جدا عالية فطريقة تصرفك طريقة انك دائما تتصرف صح مع الشريك ما يبذر منك اي شي غلط ما تقصر معه فما قدر يستبدلك كل شخص بالنسبة لك قارنة فيك وحاول حتى انه يواصل معه كان بمثابة انه خطة بديلة ولكن ما يقدر يعوض مكانك فللأسف ان الحين اكتشف هاي الطريقة لانه احس انه هني في الغصم الاول انك تكشفت لك الحقيقة تكشفت لك حقيقة تحتمال انه شخص يخون او شخص موجاد معاك مو صادق معاك ما قاعد يحط لك الاولوية فهو هني ام مو راضي بالانفصال ولكن كأنه قاعد يقول انا مستغرب شلون برج الحمل صبر عليك كل هالوقت وتحمل مني كل هذي الاشياء ايشلون ما تحرك عندينا هني الرجل المعلق ايشلون ما تحرك قبل انا لو كنت مكانت كان سحبت عليه او كان سحبت وانسحبت من علاقة اسرع وقت ممكن كان ما هني اهو مستغرب ايشلون انت صبرت عليه ايشلون انت حملت لانه جرب غيرك وغيرك ما قدر يتحمله غيرك ما قدر يستمر معاه هذي طاقتك انت ايضا احتمال انك تتعامل مع برج الاسد او برج القوس في حياتك عندك ملك النار احس انه هو اللي اصبح الحين ضعيف ومحتاج لك وعرف قيمة نفسه وانت اللي حين اصبحت مستقل وقوي وتجذب الانتباه تجذب النظر كل الناس ينظروا لك وكل الناس ايضا يشوفونك ان انت اللي صح بعقب هالي الانفصال انكشفت ترى الحقيقة للناس ان انت اللي صح فهو مو سعيد ولا راضي لكن اشوفه مستحي وقعد يفكر شلون راح يعرض عليك او يفتح معاك الموضوع مرة ثانية اخر سؤال ما هي خطوة القادمة معاك خمسة سيوف طاقة اذا كان في بينكم حضانة حضانة الابناء اذا كان في ممتلكات او اشياء يقدر هنا يستغلها ضدك او يضغط عليك فيها نفقة مثلا اعطني اللي عطيتك اياه او مثلا راح ظل اتكلم بين الناس لحد ما حصل منك يا برج الحمل على ردة فعل لحد ما تشيل عني البلوك وتكون مستعد انك تسمع مني هذي خطوة القادمة راح يتصرف شوي بطريقة طفولية غير ناضجة او تسعد الاخصان هاي انت اشوفك انت اللي كأنما ما راح تكون مستعد ان تسمع منه او حتى تثق فيه هو راح يحاول عندك اذا استراتيجية اول شي راح يبتدي باستراتيجية اللين استراتيجية ان يحاول يفتح معك باب يبتدي معك صفحة جديدة لكن اذا ما صار ترى راح يغير اسلوب هذا الشخص ملكة الارض لكن احسنا في النهاية ما راح يقدر يضغط عليك لان وجود عندك تسع الاخصان كرس قوي كرس قوي كرس يمثل الصمود الثبات ان انت ما تقدر تتخطاني فبعدين راح يريد يرجع يحاول يراضيك هنا مو يراضيك بالكلام هنا اشوف كلام بطاقة كلام هنا يراضيك عندنا ملكة الارض بطاقة الهدايا الاهتمام يتصرف مثل ما انت بيحصل على موافقتك قبل ما يسوي اي شي يببي يثير اعجابك يببي يرويك ان انت انا حين اعرف قدرك انا حين راح اهتم فيك الحين ما راح اسمح لي احد يغلط عليك راح اهتم فيك مثل ما تهتم ملكة الارض مثلا بالجواهر اغطيك اداريك اعرف وين احطك و اعرف وين قدرك هذه خطوة القادمة المجموعة اللي بعدها عندنا مجموعة العزاب اول سؤال مواصفات الشخص القادم في طريقك ثمان السيوف هذا الشخص عنده مشكلة مع مجتمعه مع اسرته مع الثقافة اللي نولد فيها مثلا اسرته او مجتمعه محافظين اهو متحرر او العكس او متحررين او محافظ يأتي من اسره عنده معاها خلافات احتمال برج هوائي دلو ميزان جوزاء او حتى ارضي يبحث عن مستقبل افضل لنفسه طموح ولكن صادق ترى يعني مو قاعد مجرد يبحث عن التحرر يبحث عن شريك يفهمه هو حين طالع من هاي البيئة اللي معاجبته وداخل في بيئة يريد ان يبحث فيها عن شخص يفهمه ما يحكم عليه مستعد ان يعمل معاه مو ضده عنده مشكلة ايضا احس هنا ثقة في الناس ما يقدر يثق في الناس عنده شك مو بعد نفسه عن الناس صار مو اجتماعي مر باشياء مو لانه هذي طبيعته متوجه نحو العاشقين احب المتعة في الحياة اي شي في متعة المغامرات السفر الاكل الوناسة الاستمتاع بشكل عام مهم جدا لهذا الشخص الحياة الذهبية الحياة الوردية الحياة اللي اغلب الناس يتمنونها اللي ما فيها تعب وايد مشقة وايد فيها استمتاع اكثر جمال يبحث عن الجمال نصيح عليك برج الحم حول هذا الشخص بما انه يبحث عن الحياة الذهبية لازم تكون انت ايضا مثل طموح شوية متحرر او خلي نقول تهتم بشكلك تهتم بشكلك ما يهمك رأي الناس لان اشوفها هني طالع من بيئة مفجر فيها الاعراف واللعادات والتقالي مهتمة براي الناس احتمال كبير خلي نشوف السؤال اللي بعده وظيفته وشكله عندنا القوة في شيء خص الجرأة في وظيفته لانه وراه كرت الشيطان كرت برج الجدي طالعت عندنا الطاقة ترابية هني وايضا عندنا برج الجوزاء وعشر الاخصان في شيء الاخرين يعتبرون عيب او حرام او هذا الشخص مشغول جدا في عمله علي الكثير من الطلب ولكن مجال عمله شوي رمادي لا ابيض ولا اسود يعني في شبهة مثلا هو يعمل في بنك ولكن البنك رابوي معاملات غير اسلامية مثلا يعمل في مطعم او يدير مطعم ولكنهم يقدمون الكحول او في فتيات يرقصون او يعمل في فندق مثلا في الفندق هذا يقدمون الكحول في شيء هنا يخص الشيطان يخص انه ما عنده مشكلة لانه متحرر شوي ما عنده مشكلة من اجل الاموال انه يتحمل نوع من شوي اثام حتى لو هو نفسه اللي كان مسؤول مثلا عن تقديم المشروبات الكحولية ولكنه موجود في هاي البيئة هذي بيئته بيئة محاطة بالكثير من الاغراءات الفتيات والمشروبات الكحولية يمكن انه يعمل او يشتغل او هاجر الى دولة اوروبية جدا منفتحة فصار معجب ومستنس بهاي البيئة خرج من البيئة القديمة دخل فيهاي البيئة انزيل اخر سؤال كيف تتصرف معه؟ طبعا اذا انت شخص هاي طاقة اذا انت شخص متدين رح يكون فيه كونفلكت او صراع نزاع بينك وبينه لانه هنا ما احس انه عنده طاقة توجه الى التدين مرة اخرى مواصفاته الشكلية جذاب عنده كاريزما اكثر من مون جمال نفسه جميل ولكن الكاريزما جذاب يلفت الانتباه ويحب الانتباه ايضا احب انه يلفت انتباه الاخرين ويشوف انه مم معجبين فيه خلنا نشوف كيف تتصرف معاه هذا الكارت ما لا اسم ولكن وقفتهم تمثل وقفة العاشقين وهنا عندنا سبعة طيور فوقهم فكأنما احس رقم سبعة دائما يعني الانتظار مع هذا الشخص لازم خصوصا اذا كان من برج هوائي لازم جدا تطول بالك الابراج الهوائية صعب والجدي بعد عندنا هني والاسد عندنا هني بعد في ابراج صعب انك تتحكم فيهم وتقنعهم حتى لو كنت انت تشوف صح محتاج الكثير من تطويل البال والحب والبارض الطويل مع هذا الشخص عشان تأتي جهودك بثمارها خمسة السيوف لا توقف لعلى الحبة او لا تحاول تغيرها بشكل مباشر تشذي دايركت على طول يصير بينكم صدام لا هذا التصرف غير منصوح فيه من قبل التاروم لان تشوف عندنا البرج كأنما يقول لك هذا الكرت عند هذا الشخص ان هذا الشخص رح ينضج يدين او يتحرر او whatever السلوك اللي تشوفه منه معاجبك هذا الشخص رح يتغير في وقته الخاص ما رح ينضج لانه انطلق منه انه ينضج ما رح يتغير لانه انطلق منه يتغير ما رح يرجع حتى الى الوطن وقت اللي انت تطلب منه رح يظل كأنه وحس انه رح يظل على طريقة مع تغييرات بسيطة في الطريق فلا تحاول البرج رح يقع لان الوقوع يكون بسبب تدخل الهي او بسبب ظروف خلنا نقول خارج عن سيطرتك يا برج الحامل فلا تحاول تسيطر على هذا الشخص تمسك البرج انه ما يطيح البرج رح يطيح في كل الحالتين فخلنا يطيح وانت على الاقل عندك حليف او عندك على الاقل ما تتعب نفسك انه تتحكم بالامور احس انه هنا لحظة خروج الامر عن يدك توجه هذا الشخص مو بيدك مثلا لو اهو كان هنا مثلا ما يصلي تقدر تحاول معه ولكن محاولاتك خلها تنبع من الحب مو من النصح والشدة والتخويف لا طاقة العكس طاقة التفاهم الهدوء لما يشوفك شخص تصلي مثلا امامه خمس مرات طول اليوم وتصوم تقوم بالتعليمات تقوم بتعليمات دينك مهما كان دينك اهو هني انت تقيده عن طريق القدوة عن طريق ان انت مثال يحتذا به هذه الطاقة اللي لازم تاخذها معاك اوكي اخر مجموعة المرتبطين اول سؤال لكم كيف يراك الشريك يراك عندنا الغصن الاول ان انت مستقل مستقل شجاع ام اذا بغيت شي تروح تحققه ما عليك من احد شجاع فوق كل شي شجاع تحقق الامور وفي نفس الوقت متعاون مع الاخرين متصالح مع الاخرين تحب عندك رحمة مع الناس ما تفكر بانانية تفكر بعنات بس مو بانانية اربع الخماسية شركة يقول لي هني حتى لو كان برج الحمل ما يملك الكثير من الاموال ولكنه كريم بعطاءه كريم بعطاءه عطاءه في جهوده في وقته ايضا هني كأنه قاعد يقول لي برج الحمل لاحظته في الفترة الاخيرة صار ما يثق بالاخرين بسرعة يحذر منهم دائما يكون على وجل انه لحد انت يأتي في حياتي يدخل ويكركبها هذا مو شي سيسلب ترى انت هني تمثلك انما خط حماية لان هاي الكرد هني صاير خط حماية لشراكتك السؤال اللي بعده ما هي نقاط قوتك في العلاقة ثلاث الاكواب انت شريك داعم وناصح ومحب ونيتك دائما افعالك دائما حتى لو شريكك ما يتفق معاك فيها ولكن تأتي بنية صافية تحب الناس وناس يحبونك اجتماعي هذي من نقاط قوتك ان انت بسرعة تنحب النجمة متفرد مو متوفر مو الشخص اللي امر عليك وايد منه ومتوفر لا متميز متفرد طاقة الجوهرة طاقة النجمة طاقة برج الدلو تميز او خلا نقول اهني تعرف شلون تكون قدوة لهذا الشخص في مناطق معينة عندنا اهني كارت برج الشيطان الايغو طلع ايضا هاي الكارتين كان او هذا الكارت بس طلعوا في قراءة العزاب معناته في طاقة مشتركة خلال هذا الشهر برج الحمل من نقاط قوتك مع هذا الشرك لما اهو يكون مشوش لما اهو يكون عرضه للابتزاز عرضه ان احد يدخل ابيكم يدخل بينكم ان اهو يسوي شيء غلط ويدفع ثمنه انت توضح له طريقه دائما النجمة وهما اللي ياخذونها البحارة ويستدلون بها على طريقهم في البحر في عرض البحر انت هنا تبين للطريق ترشده الصوت اللي داخل اذنه ترشده الى الصواب لما يكون ضايعه لما تتشابه عليه الامور تتشابه عليه الاشخاص اخر سؤال كيف التوافق بينكم لشهر ثمانية شهر غصص سبعة الاكواب هنا امتداد لهاي الطاقة ان انت المرشد وهو اللي شوي تشتد او على وشك انه يغلط شريكك خاصة اذا كان من الابراج المائية حوت عقرب سرطان شريكك وهو اللي شوي مشوش او او اللي عنده خوف انت بالعكس متشجع ومستانس ومتحمس ملكة الاكواب اوكي والاجتماع هذا الشهر رح يجمعكم او يقوي علاقتكم مع بعض رح تكونون اقرب او على الاقل حتى الانسجام بينكم اكثر التفاهم بينكم اكثر طاقة الماء مع كرت برج الجوزاء وهم العاشقين رح تكونون مو شرط فقط عاشقين ولكن جدا منسجمين منسجمين نعم مثلا اذا انتو زواجكم وضع عليه خمسة نوات لان عندنا هذا الكرت هنا رقم خمسة رح يكون في انسجام جميل انسجام جميل وكأنه ما احس اما انت او شركك يعتمد على الجنس هنا رح يكون في استعداد اكثر للمرحلة القادمة كأنه هنا محاولة للحمل او متحمسين انه رح يكون في حمل في العائلة وفي واحد متخوف اتوقع هو شريك اللي متخوف انت اللي مستعد وقعد بالعكس تدفع هذا الخط او هذا الحلم عشان يتحقق اوكي عزيزي برج الحمل هذه كانت قراءتك اشتركوا في القناة